بسبب المايوه المثير قصة أزمة مينة فضالة مع متابعيها تصدرت الفنانة مينة فضالة تريند جوبل بسبب صورتها بالمايوه في حمام السباحة والتي أثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ونرصد في التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة مينة فضالي وظهورها بالمايوه في حمام السباحة بداية أزمة مينة فضالة نشرت الفنانة مينة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الأسود وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة وشعرها منسدلا على كتفيها وعلقت الفنانة مينة فضالي على الصورة قائلة احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية وتلقت مينة فضالة هجوم شرس من قبل متابعيها على الصورة حيث عبر البعض عن استيائهم بطريقة مبالغ فيها وغير مقبولة حيث تجاوز البعض فارجوده وتعليقاته على الصورة وهو ما اغضب مينة فضالة رد قوام مينة فضالة واجهت الفنانة مينة فضالي انتقادات كثيرة وتعليقات سلبية من رواد السوشيال ميديا اثارت غضبها بعد مشاركتها صورة لها بمايوه من داخل حمام السباحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرامن وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الاسود وكانت تجلس امام حمام السباحة مرتدية نظارة وشعرها منسدلا على كتفيها واعلنت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على انستجرامن انها ستتوجه ببلاغات صد كل من عبر بشكل مهين على صورتها لمباحث الانترنت معبرة عن استيائها من الهجوم على الفنانين بانتقادات غير لائقة واوضحت مينة فضالي انها ستتابع تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا وستتخذ اجراءات قانونية ضد الاشخاص المسيئين لها بعد ان كانت تكتفي بحضرهم من حساباتها